يعني حداك تحدثت عن سرعة الاستجابة وصرعة التنفيذ وأيضا الجودة على أي أساس بيتم تحديد المساعدات أو المساعدات نوع المساعدات غذائية أو الصحية أو ما إلى ذلك في الشاحنات الكمل ونتكلم عن الكمل ونتكلم حتى عن الأولويات بيتم تحددها إزاي؟ هل بيتم من رؤية تقديرية لما يحدث في القطاع ولا بيتم في تنصيق بين حضراتكم وبين على سبيل المثال الهلال الأحمر أو صريب الأحمر الفلسطيني؟ ده سؤال جيد جدا ويخلينا نطرح أو نستعرض دور مهم كانت بتقوم بغرفة عمليات التحالف وغرف عمليات مؤسسات التحالف بداية العمل التنموي والعمل الإغاث الناجح الوقوف على أهم الاحتياجات الفعلية للمستهدفين التحالف من بين أهم مزاياه التنسيق الدائم والعميق مع كافة الأجهزة التنفيذية داخل الدولة المصرية والأجهزة السيادية اللي بدورها بتتواصل مع باقي الأجهزة داخل قطاع غز وبالتالي كان عندنا كم معلومات يسمح لنا أن نتخذ قرارات بشكل صحيح كان عندنا رؤية واقعية لطبيعة الاحتياجات داخل القطاع وكان عندنا رصد بقدر المتاح رصد لظروف ومعاناة أهلين وبالتالي سمح لنا هذا الكم من المعلومات سمح لنا هذه القدرة على التواصل أن ناخد خطوات فعلية لتلبية الاحتياجات ومن هنا كان التحالف تحرك نوعي بمعنى أن الشكل التقليدي على سبيل المثال للمساعدات الغذائية اللي المفروض أنها تتقدم اللي بنقدمها في كل أشكال الإغراسة كان لابد أنه من إعادة النظر فيه إحنا شايفين أهلين في القطاع ما فيش كهرباء ما فيش مية ما فيش مواد قابلة للاستخدام في الطهي على سبيل المثال وبالتالي كان لابد أن إحنا نفكر أن المواد الغذائية اللي تتقدم تحافظ على قيمتها الغذائية تتبقى مناسبة في القيمة الغذائية لطبيعة المستفيد في ظرفه وأنه بينهم أطفال وجرحة وأشخاص زوء إعاقة وسيدات حوامل وغيره وفي نفس الوقت تبقى سهلة الاستخدام وسريعة الاستخدام وكمان تناسب ظروف الانتقال والسفر وخصوصا أننا في البداية يمكن حضراتكم تابعتوا الشباب ومتطوعي التحالف رسم ملحمة في الإصرار على توصيل المساعدات دي نقطة اللي قطعة ستحرك فيها لأن فعلا الملحمة الإنسانية اللي احنا شفناها دي وراها جيش من المتطوعين والشباب المصري اللي بجد يعني يفرح ويشرح القلب عدد كبير جدا من المتطوعين بيقدموا رسائل إنسانية مهمة جدا بيشتغلوا في كل التفاصيل في كل نقطة من النقاط الخاصة بتقديم هذه الخدمات الإنسانية وتوزيع العبوات والكالاتين الخاصة داخل الشحنة بتصنفها كمان ترجمة نانسي قنقر